طيب أستاذ نجم أيضاً أسألك ربما سؤال أخير عن الخارطة السياسية بالنسبة للمحافظات المختلطة وما شابها من ضبابية وتوترات أسألك مثلاً كاركوك منذ سنوات ولم نرى فيها مجلس محافظة الآن عاد منصب مجلس المحافظة منذ 2005 ربما 2006 الآن عاد ذلك في هذه المحافظات المختلطة ما المصير فيها؟ وهي قد عانت كثيراً من التشجد يعني أولاً انتخابات كاركوك تسجل لحكومة السيدة محمد السوداني هذه المحافظة التي لم تجرى فيها انتخابات منذ 15 عام وحتى انتخابات مجلس المحافظات ولو أتمنى أن تكون انتخابات مجلس النواب والمحافظات في يوم واحد أفضل حتى يكون لدينا حكومة وبرلمان ومحافظين لكن تعلم هناك البعض أصر على إجراء انتخابات مجلس المحافظات فقط بغضاً لربما للأطراف الأخرى أنا أعتقد كاركوك صعب جداً هي تحل بشهر أو شهر لكن لابد أن يتم إدارتها من كل المكونات والقوميات لأن كاركوك للعراق وليس لجهة أو لمكون أو لقومية واحدة وهذا ينطبق أيضاً برأيك على صلاح الدين وديالة بالدرجة الأساسية أحسنت الأداء السياسي المتراجع الذي سبب عدم وجود موثوقية بالعمل السياسي وسبب عدم وجود موثوقية أصلاً بالانتخابات ما الذي تتوقعه تجاه هذا الأداء خصوصاً بالنسبة للقوى التقليدية التي فازت في أكثر من خمس عفواً محافظات ما الذي تتوقعه؟ هل تعلمت من التجربة؟ يعني أعتقد الأداء السياسي لا يختلف لأن الأحزاب لها ولديها أيدلوجيات ثابتة غير متحركة البعض منهم بعيدين عن الناس البعض منهم عوائلهم تعيش في دول أوروبية وأبنائهم لا يعيشون مع أبنائنا لا يعلمون لا يعرفون أين الخدمات لكن نعول كثيراً على الحكومة الحالية المركزية أن تقدم دعماً للحكومات المحلية وتعاج الأخطاء السابقة لأن المواطن اليوم ماذا يريد؟ يعني المواطن لا ينافس السياسي على منصب ولا ينافس التاجر على شركة وإنما ينافس حقيقةً يحصل على خدمات الخدمات ترى ليس معجزة يعني العراق في السبعينات والستينات أفضل من أي دولة عربية الآن أنظر إلى أفقر دولة عربية وترى القانون وترى كل شيء أفضل من عدنا لماذا؟ لأن الحكام الذين حكموا العراق ليس بعد 2003 فقط حتى قبل 2003 الأنظمة الدكتاتورية التي أوصلت العراق إلى هذا الحال وبالتالي الضحية والخاصر الأكبر والأكثر هو أنا وأنت والمشاهدة والمشاهد الكريم أشكرك جزيلي الشكر هنا رئيس مجموعة المورد للدراسات والبحوث أستاذ نجم القصاب